بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى حديثنا منجل الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثالث وموضوع درسنا لهذا اليوم أذكار خلع اللباس تعليماتها ما يا أبطال أولا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال مهم جدا جدا أن أكون بعيد عن كل شيء يشغل أنه عن الدرس مثل إيش؟ مثل الجوال والكورة واللعبة والدومة والعرائس وصوت التلفاز المرتفع كل هذه يا أبطال لازم تكون بعيدة عني حتى أستطيع التركيز والاستماع للدرس بشكل صحيح واستفيد أكبر قدر ممكن من الفائدة من هذا الدرس وأتعلم ما فيه من مهارات وأذكار نتعلمها من خلال هذا الدرس إذن يا أبطال لا تنسون إبعاد كل شيء يشغلكم عن الدرس ألعاب وأصوات مرتفعة وجوالات وأيبادات كذلك من المهم جدا أن يكون الكتاب موجود لديك والقلم حتى نستطيع حل الأنشطة التي نستعرضها وكذلك يا أبطال من المهم جدا جدا أن تستمرون في المشاهدة حتى الوصول إلى نهاية هذا الدرس استمر في المشاهدة في التعلم في الفائدة حتى نصل إلى نهاية هذا الدرس اتفقنا يا أبطال؟ قلوا بصبت مرتفع اتفقنا إذن لنبدأ على بركة الله نتأكد من غلاف الكتاب لدينا كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف السادس الابتدائي الهدف العام معرفة ذكر خلع اللباس الهداف الخاصة أن يستمع الطالب والطالبة إلى الذكر بشكل صحيح أن يكرر الطالب والطالبة الذكر بشكل صحيح أن يطبق الطالب والطالبة ما تعلمه بشكل صحيح إذن الدرس الثالث عشر يا أبطال أذكار خلع اللباس إذا لم يكن لديك الكتاب بالإمكان عبر كاميرا الجوال تصوير هذا الباركود وسيتوجه بك مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي إذن يا أبطال ما الذي نفهمه عندما نتحدث عن أذكار خلع اللباس عندما أقوم بخلع ملابسي الثوب الذي ألبس أو الفستان الذي ألبس عندما أقوم يعني إذا كنت لابس جكيت أو أريد خلعه فإنه كل هذه بإمكاني أن أقول ذكر عندما أقوم بها عندما أخلع اللباس الذي ألبس وكذلك كان قبل ذلك لدينا عندما ألبس فإني أقول بعض الأذكار كذلك عندما أقوم بخلع اللباس فإني كذلك أقول بعض الأذكار ويجب علي أن أقول بعض الأذكار إذن دائما عندما أقوم بخلع اللباس مثلا لدينا كما تشاهدون يا أبطال عندما أريد أن أقوم بخلع اللباس فإنه يجب علي أن أقول هذا الذكر أثناء خلعي لي اللباس وأقول بسم الله وأقول بسم الله عندما أريد خلع هذا اللباس هذا هو الذكر الذي أقوله إذن صعب أو سهل أن أقول بسم الله عندما أريد خلع هذا اللباس أو الملابس التي ألبسها أحسنتم بالتأكيد سهل جدا ولكن مهم جدا أن أتذكر هو سهل جدا ولكن أحاول دائما أن أتذكر ولا أنسى أن أقول هذا الذكر هو بالتأكيد سهل ولكن مهم جدا أن أتذكر ما الفائدة يكون سهل ولا أقوم بتطبيقه عندما أقوم بخلع ملابسي أحسنتم فإذن يجب علي دائما أن أقول هذا الذكر ضع نجمة أسفل الذكر الخاص بخلع اللباس بسم الله والحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة عند لبس اللباس فإن تعلمنا أن نقول الحمد لله الذي كساني يعني عندما نقوم بلبس اللباس فإني أقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب أبدأ دائما عند اللباس بالتأكيد عند بدء اللباس فأنا أبدأ من الجانب الأيمن وأقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ولكن عند خلع اللباس فإني أقول ماذا أقول بسم الله أحسنتم بارك الله فيكم من وضع نجمة على الإجابة الصحيحة عند بسم الله السلام عليكم إن شاء الله رائعين وميزين دائما أتذكر عند خلع اللباس غير عندما أبدأ باللباس عند خلع اللباس فأني أقول بسم الله ولا أنسى دائما هذا الذكر صل بين ذكر خلع اللباس والصورة المناسبة له إذن عندما أريد أن أقوم بخلع ملابسي فأني أقول بسم الله هل هذه الصورة التي تدل على خلع الملابس أم هذه الصورة؟ هنا بالتأكيد هنا شخص يقوم بخلع الثوب يشيل الثوب الذي هو لابس وهنا هذا البطل وهذا الرائع يقوم بتفريش أسنانه إذن هو رائع أن يقوم بعمل وتفريش الأسنان مهم جدا ويجب علينا دائما أن نتحلى بهذا الفعل وهذا السلوك وأقوم بتطبيقه دائما بعد الأكل وقبل أن أنام وعندما أستيقظ من النوم كذلك ولكن نحن نريد ما هو الذكر الذي نقوله عند خلع الملابس فالصورة المناسبة له بسم الله هي مناسبة لأي من الصور؟ أريد منكم مساعدتي وحلها قبلي أحسنتم بارك الله فيكم إذن هذه الصورة هي المناسبة لهذا الذكر عند خلع الملابس وهو بسم الله أحسنتم هذا الذكر هو أن أقول بسم الله ماذا نقول عند خلع اللباس؟ نقول بسم الله إذن يا أبطال ما رأيكم بهذا الذكر؟ دائما مهم جدا أن نتذكر أنه بسيط جدا وسهل جدا ولكن يجب علي أن أتذكره إذن عندما ألبس اللباس فيجب علي أن نتذكر دائما الذكر الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة عندما أبدأ بلبس اللباس قولوه بعدي عندما نبدأ بلبس اللباس لبس الملابس البستوبي فستاني بطلوني فأني أقول ماذا؟ قولوه بعدي الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة لأني أشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة اللباسة الذي نلبسه نعمة من عند من؟ أحسنتم من الله سبحانه وتعالى إذن يجب علي أن أذكر الله وأحمد الله دائما عند لبس هذا الملابس عند خلعها لأتذكر نعمة الله علي فضل الله علي أن يسر لي هذه الملابس التي نلبسها إذن ماذا نقول عند خلع الملابس نقول بسم الله فإنه يجب علي أن أكتب عندما أقول بسم الله فإنه يجب علي عائما عندما أقوم بخلع الملابس أن أقول هذا الذكر وأن أقول بسم الله إذن لو نسيت يا أبطال لو نسيت أن أقول هذا الذكر عندما أقوم بخلع ملابسي لا أتذكر هذا الذكر ما رأيكم بهذا الفعل؟ بالتأكيد هنا فقدت الكثير من الأجور والحسنات أحاول دائما أن أكسب الكثير من الأجور أن أكسب رضا الله سبحانه وتعالى فأنا كيف أرضي الله سبحانه وتعالى بأن أفعل الأشياء التي يحبها بأن أذكر الله جل في علاه فأنا حتى عند خلع ملابسي أذكر الله سبحانه وتعالى وأقول بسم الله لأن هذا الذكر هو من الأعمال المحببة عند الله سبحانه وتعالى إذن دائما نحن لماذا نقول هذه الأذكار التي ذكرناها عند لبس اللباس عند كذلك لبس اللباس وعند خلع اللباس هي لشكر الله وحمده جل وعلا وكذلك عندما أطلب العون من الله سبحانه وتعالى نحن في هذه الحياة دعم أن نحتاج إلى المساعدة والتوفيق والإرشاد وأفضل شيء أن أطلب كل هذا من الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأذكار الأذكار التي أقولها عندما أبدأ الأكل عندما أخلع ملابسي عندما ألبس ملابسي عندما أركب السيارة عندما أخرج من البيت عندما أدخل إلى البيت كل هذه الأذكار مهم جدا أن أحافظ عليها من الأذكار المهم ما ذكروني كذلك يا أبطال أحسنتم من أذكار الصباح والمساء كل هذه الأذكار مهم جدا أن أهتم بها وأن أعتني بها كذلك حتى أحصل على التوفيق من الله سبحانه وتعالى عند ذكري هذه الأذكار إذن يا أبطال قبل أن أصل إلى نهاية هذا الدرس من المهم جدا أريد منكم أن تذكروني بالدعاء الذي نقوله عندما نلبس هذه الملابس عندما نلبس هذه الملابس فما الذي نقوله؟ أذكركم مرة أخرى الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة نشاهد لدينا دائما أحاول أن أتذكر عندما ألبس هذا اللباس أقول هذا الذكر وأبدأ من اليمين الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة كذلك عندما أريد خلع هذا اللباس فإني أقول بسم الله عندما أريد خلع هذا اللباس فإني أقول بسم الله إذن دائما لا ننسى يا أبطال هذه هي الأذكار ونحافظ عليها ونحرص عليها إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية هذا الدرس شكرا لكم على الإنصات والاستماع والمتابعة ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله و تعالى طبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته